يعطيكوا العافية اليوم بدنا نعمل مراجعة سريعة لثلاث أنواع مختلفة من مايكات الويرلس مايكات الويرلس اللي هي مايكات بتسجل الصوت لكن عن بعد مافي سلك واصل بين الشخص والكاميرا حتى يتم تسجيل الصوت لتسجيل الصوت في عنا ثلاث أدوات ممكن نستعملهم الأداة الأولى اللي هو المايكروفون العادي اللي هو أنا عم باستخدومه بالفيديو تهاي حاليا مايكروفون موصل على جهاز خارجي على اللابتوب بيسجل الصوت لحاله بعدين بمنتج الصوت مع الفيديو لحال الطريقة الثانية اللي هو اشي مسميه لفلير مايك ممكن نستخدمه مع الكاميرا يتوصل على الكاميرا مباشرة وبيتعلق بملقط صغير على الشخص هلا في نوع ثاني كمان من لفلير مايك اللي هو بيكون ويرلس مايكروفون وهذا المايكروفون ما في داعي يكون في سلك واصل بين بداية المايكروفون والمستقبلته على الكاميرا فهذا بنستخدمه إذا بدنا نشرحها مسافات بعيدة إنه الشخص يكون بعيد على الكاميرا حتى يكون الصوت نقي جدا فاليوم بدنا نشرح عن بعض أنواع مايكات الوايرلس في ناس رح تستغرب إنه أنا عم بعمل ريفيو أو مراجعة سريعة لمايكات لكن مش هي تعتبر التوب التوب صراحة اللي هي براند سينهايزر لكن وين المشكلة بتصير؟ السينهايزر اللي بديه يطلب سينهايزر هو شخص جدا محترف والسينهايزر تكلفته عالية هدفي من هذا الفيديو اللي هو أفيد الناس اللي بيدوروا على مايكات ويرلس لكن بتكلفة مقبولة فالمراجعة اليوم رح تكون مع البويا بي واي دبل يو ام فور برو الإكس فان تايني وهو كوبي تقليد لنسخة الرود لبروفيشنال والوي تشونغ يارب أكون لفظه صح الواي سي دبل يو ام فايف هندرد اكس وان فالمقار رح تكون بين هذول الثلاثة ونشوف إيش الأفضل إنه شو الإكسسورات اللي بتيجي معهم ومين الأسهل في طريقة الاستخدام كل واحد فيهم بيجي معا شنتة جاهزة للمايكات هذا الأول وهي الثاني اللي هو البويا كمان بيجي معا شنتته والإكس فان بس صراحة الإكس فان هو الشنت الأقوي يعني هاي هارد كيس وتصميمها شوي مختلف صراحة يعني مبين إنه كثير بتفرق عن هاي الشنتة هلا نبلش بأكثر براند مشهورة اللي هي براند بويا بيجي بشنتة المايك البويا اللي هو جهاز الريسيفر والترانزميتر اللي هو جهاز المرسل وجهاز المستقبل المستقبل بنحطه على الكاميرا بتثبت والمرسل بتثبت عند المودي اللي بجيبته إلى آخره وبتوصله بالإسلاك الأسلاك الموجودة اللي هو سلك المايك نفسه هذا بتوصل على المرسل ترانزميتر وهذا السلك اللي هو إذا بدك تشبكه على التليفون لأنه هذا المايك كمان بنشبك على التليفون والسلك الثالث اللي هو للكاميرا وفيه ملقط بنشبك على المايك اللي بنشبك على القميس هذا الصوت خير صوي على المايك فيه الاسفنجل صغيرة مشان الويند ريزستنس او انه صوت الهواء ما يأثر على المايك وهي القطع منحطها على الجهاز المرسل من ورا مشان يثبت محل الهوت شو على الكاميرا من فوق هذا بالنسبة لمايك البوية خلينا نروح على المايك الثاني اللي هو الاكس فان تاين صراحة الشنطة بتجنن يعني مالمسة رائع ومن بينينها رقد اكثر الاكس فان ترتيبه مختلف تماما انه جايين بمربعات ومغلفات جاهزين جهاز مرسل جهاز مستقبل السلك الاول اللي هو من المستقبل للكاميرا السلك الثاني اللي هو من المستقبل للتليفون كابل شحن تايب سي وكابل شحن ثاني تايب سي وهذه المايك جاهز والاسفنجل موجودة جوا والملقط الاسفنجل حكينا لمنع الهواء وهي القطع اللي هي بتركب على الهوت شو تاعة الكاميرا بتثبتها وبتثبت عليها المستقبل هاي شنطة الاكس فان تايني نروح لليي تشونغ اذا لفظي صحيح لسه مش متأكد منه شنطة خفيفة صراحة نبين عليه بس اكبر بكثير صراحة نفس الباقي جهاز مرسل وجهاز مستقبل وهون المايك جاهز مع قطعة السفنجة زيادة كابلين شحن بس اللي هو النظام القديم السامسونج القديم اللي هو بيجي شحطة صغير وكابلين كابل من المستقبل للكاميرا ومن المستقبل للتليفون فلحد هسا هذول المايكات الثلاثة بدعموا التليفون والكاميرا اثنين بيجي محهم وصلة شاحن بس مايكل بايا بيجي على بطاريات مش شحن شفنا مكونات كل شنطة من المايكات شو الموجود اخذت هلا بريك وعملنا لهم شحن كلهم واجا وقت نشوف كيف بدنا نشبكهم نبلش هلا بمايكل بايا WM4 Pro مايكل بايا تقريبا هو اصعب واحد فيهم للتجهيز لانه ما فيه شاشة نقدر نشوف فيه بس ضوء LED بيضوي باللون الازرق والاحمر فعليه بتكو تركزوا معاي مشان تعرف كيف تشبكوهم اول شي بنضويهم الجهازين ON ON بس نضويهم جهاز الريسيفر رح تلاقيه برمش رمشة كل ثانية تقريبا بما معنى ان الجهاز ضاوي بس مش مشبك على اي جهاز ثاني او على ترانزميتر ثاني بعدين من روحها جهاز الريسيفر اللي هو المستقبل اللي رح نثبته على التليفون او على الكاميرا بدنا نظل كابسين ع كبسة الزائد والناقص او بالمختصر اللي هي البير بعد ما نظل ضاقطين ثلاث ثواني بصير يرمش مرتين بالثانية وربعة تك 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 فهي بما معنى انه عم بستنى جهاز الترانزميتر يضوي ويشبك عليه من روح على جهاز الترانزميتر ومنظل كابسين ع كبسة البير بعد ما نظل كابسين عليه ثلاث ثواني بصير يرمش جهاز المرسل وجهاز المستقبل بيظل ضاوي على الLED الازرق بما معناه أنه هلأ إحنا جاهزين نستعمله بالنسبة للإكس فان الموضوع أصل بكثير الرسيفر والترانزميتر بالإكس فان بيجي جاهز مشبوك لحاله لكن إذا بدك يتغيره لبعدين ممكن تواجه مشاكل أنه أنت بحفل ثاني وفي مايك ثاني شابك على نفس قناتك بتظل كابس على كبسة الباور عليه الجاهزين والحلو أنه فيه شاشة موجود تحت اللي هو تشينيل وون اللي هي القناة لأنه هذا باعتمد على قنوات الراديو فهذا مشبوك على القناة الأولى الاثنين مشبوكين مجرد ما أحكي أنا بالمايك أو الترانزميتر الرسيفر بستقبل وخلص كل اجتمام وجاهز للشبك موضوع سهل كثير بالنسبة للوي تشوانج نفس موضوع الإكس فان مشبوك جاهز على نفس القناة الرسيفر والترانزميتر لكن للإحتياط نفس موضوع الإكس فان إذا كان فيه حدا ثاني عم بستعمل نفس قناة الراديو بتقدر تغيرها من هون لكن هون مش بس شينيل وان تو ثري هنا فيه خمس قنوات لكن رقمهم غريب راح تستغرب منه مثلا 502.1 505.1 509.499.1 بشبك عليهم لحاله هذا الرسيفر جاهز عليهم الخمسة بدون ما تعمل أي إشي هون نبدأ هسه من ناحية ستاب والتجهيز وكيف ممكن نشبك المايكروفون على التليفون أو على الكاميرا ونشوف جودة الصوت فيهم ونعمل مقارنة بينهم الثلاثة بالنسبة للمقارن راح أستخدم جهاز الثانوي فيه ومدخل مايكروفون وسماعة اللي هو السامسونج A31 بدي أشبك علي المايكات نفس الطريقة اللي بشبكه على الكاميرا وعم باستخدم فون كليب أو ملقط للتليفون من نفس شركة المايك يعني هلا انتبهت انه هو نفس الشركة اللي هي ييتشوانج بصراح هذا الكليب خرافيرا أنا استخدمه بالنسبة لتليفوني وهذا الكليب فيه من فوق هوتشو ماونت اللي هو نفس الماونت أو نفس المدخل على الكاميرا من فوق فبتركب عليه المايك بسهولة حتى أشبك مايك البوي عليه بسهولة بدل ما أستخدم الملقط راح أستخدم الهوت شو مونت فأنت بدك تشد إيدك على الملقط وتدفي شو لبره هيك بطلع من محله وموجود على الهوت شو سهم وين أنت تركب الملقط الجديد فبحطه بنفس المكان وبأسحبه له جواه وبركب على السريع ونفس الإشي بثبته على الهوت شو مونت هون على التليفون بلف العجل حتى يثبت محله وهيني شدته صار ثابت على الفون كليب هنا نفس الإشي هلا ظل نوصل المايك والوصلات عليه بها الحالة بدك تنتبه بدك تستخدم السلك المخصص للتليفون بكون مكتوب عليه سمارتفون لأنه إذا استخدمت السلك الثاني ما راح يتعرف على المايك الحلو فيه إنه كمان حتى لو ما ميزت وين المدخل وين المخرج للتليفون موجود لابل مكتوب عليه سمارتفون وليبل ثاني موجود عليه المايكروفون اللابل اللي المكتوب عليه مايكروفون بنحط بريسيفر بمدخل اللاين آوت طيب المدخل اللي جنبه يليه وشو بيعمل؟ هاذ إذا بدك أنت تسمع صوتك وانت بتحكي فبتقدر تركب سماعة تسمع صوتك ومدخل السمارتفون بالتليفون بالنسبة للترانزمتر هايو فيه ولملقر جاهز ممكن يتثبت ببنطلوني ونفك اللابلير مايك كمان فيه له اسم ثاني اللي هو اللابيل أو النك مايك بغض النظر بما أنه أنا الغرفة ما فيها رياح كثير ما راح أركب عليه السفنجة اللي بتخفف صوت الهواء شو المكصود بصوت الهواء إنه إحنا لما نكون بتصوير خارجي الهواء ممكن يهف على المايك فممكن يطلع صوت زي هيك تقريبا فالسفنجة بتخفف هذا الصوت لكن بما أنه أنا بهاي الغرفة ما راح أستخدمه أوه حلو أول ما ضويتم صاروا مش وكين جاهزات يعني هلأ أنا بقدر أعمل ريكوردينج على السريع خلينا نعمل تست هلأ يفضل عادة إنك مايك يتثبت على قبة القميص أو أي مكان قريب من الثم تقريبا لكن أنا بدأ جرد تست خلينا نشوف مايك البويا WM4 Pro تست 321 تست 321 تست ثاني للكليبنج الكليبنج اللي هو لما يكون صوتي كثير عالي هل بيقصه ولا لا فتست 321 تست 321 وبكل أحوال إذا كان صوتي كثير عالي كمان بقدر أوطيه من الريسيفر شوف في هيك تست 321 هاي صار الصوت أوطى صار أوطى صار أوطى في هيك كمان أنا بقدر أتحكم فيه بس أتوقع إنه إحنا راح نحتاج أعلى صوت له فتست 321 تست 321 هتوقع هون عمل كليبنج الاكسفان يمكن تستغربوا من هذا الموضوع لكن الحلو بماونت الاكسفان إنه فيش داعي إنه أنا فك ملقط أو شي فقط نفس الملقط بركب على نفس الهوت شو ماونت وبتركب على المدخل تاو بس أشده بثبت محله ممتاز ولحاله هاي شابك ومبين مشر الصوت إنه عم بستقبل بين الجهازين مش مضطر أوصل اللابيل اللي هو السلك أو اللافلير مايك على هذا المايك فيه منه فيه مايك داخلي فبقدر أثبته هلا بس أثبته عقميصي جاهز للتسجيل ظل علي إني أوصل الريسيفر بالتليفون ونفس الاشي في لابل موجود عليه مكتوب فون كابل بوصله هذا بالتليفون والجهة الثانية بوصلها بالمكان اللي عليه هذا الرمز الغريب مش عمكان السماعة زي ما حكينا مكان السماعة هاد بتوصل عليه سماعة مشان تسمع صوتك وإنت عم بتسجل أتوقع هيك جاهز للتسجيل بس بكبس ركوردينج فعلا جاهز للتسجيل تست 3-2-1 تست 3-2-1 هذ هو مايك الأكس فان تايني نعمل تست للكليبنج نعل الصوت تست 3-2-1 تست 3-2-1 بنفس الوقت بقدر اوطل الصوت تست 3-2-1 تست 3-2-1 تست 3-2-1 يكن الصوت كتير آه هذ هو كتير من مايك الضوية كمان بقدر اعلي تست 3-2-1 تست 3-2-1 تست 3-2-1 طب يالية انا مش عجبني منظر انا ما بدي احطه على اوعية زي هيك يكون كثير كبير بهاي الحالة ممكن تستخدم الليفلير مايك اللي جاي معاي يعني فيه موجود من نصف الشانت الليفلير مايك خلينا كمان نعمله تست بغبيه تحت القميص مثلا بوصله خلاص بالملقر خلينا نعمل تست لمايك ليفلير على الاكس فان تست 321 تست 321 نجرب هلا مايك الوي تشوانج هالمر رسيفر جاهز عليه الهوت شو ماونت بس شكل الانتين هذ غريب صراحة يعني مش عارف يلبيع له دا ولا الاشي المختلف شوي فيهم انه هاي الوصله من المايكروفون للكاميرا اذا بدك توصل تليفونك بس عليك انه تاخذ هذا الادابتر تشبك على السلك وهيك صار من المايكروفون للتليفون يعني فكرة حلوة وبسيطة صراحة هذا التست لمايك الوي تشوانج WM500X1 تست 321 تست 321 نجرب الكليبنج فيه تست 321 تست 321 هلا انتبهت لشغل انه هذا المايك فيش فيه تعليه او توطي للصوت فاحتمال يعمل كليبنج اذا كان صوتي كثير عالي خلينا نشوف ممكن يوصل لمرحلة الكليبنج تست 321 تست 321 ايش معنى كليبنج رح تلاحظوا انه درجات الصوت العالية بيختفي الصوت خلص بنقص كليب بما معناه توقع هيك المقارنة خلصت شفتوا الفرقات بينهم ما في فرق كثير كبير بالصوت لكن من ناحية تجهيز والستاب والكبسات وشكلهم بتفرق بالنسبة لشخصيا انا منه علي صراحة حبيت الاكس فان اكثر من ناحية تجهيز خلص المايك جاهز الملقط حتى الشنت الشنت يعني واضح صراحة انها كثير اجمد منهم بقية محمي صغير حجمه وفيه شحن تايب سي يعني بالنسبة لهذا هو الفائز كل احوال حبايا بالنسبة لموضوع السعر انا ما بقدر احكي موضوع السعر حاليا لانه ممكن تحضر هذا الفيديو بعد بشهر تتغير الاسعار فمشان تشوفوا اسعار هاي الاجهزة هاي الاجهزة موجودة بشركة يو كام فبتقدروا تدخل على صفحة يو كام على الفيسبوك وتشوفوا اسعارهم او تبعثوهم على الواتساب او رقمهم وهم رح تجاوبوكم مباشرة وللتذكير حبابي في خصم 10% على كل اكسسوارات التصوير اللي بتشتروها من شركة يو كام الكاميرات والعجسات اصلا سعرهم قليل ما بزبط عليهم خصم لكن بطلع مع كل كاميرا هدية ممكن توصل لحت 70 دينار قيمة الهدايا بس بتكون تشتروا من يو كام يبعثولي على الفيسبوك او انستجرام وانا ببعثي لكم كود خاص فيكم ممكن تستخدموه اتمنى ان كنتكم استفدتم من هذا الفيديو حبابي تعرفوا وين تلاقوني اذا عندكم ما يصلوا بستبصرات وتذكروا دائما انه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة يعطيكو العافية ترجمة نانسي قنقر